أهلا وسهلا بحضراتكم في جزء تاني من كورس البريين أناتون هيتكلم النهاردة عن الفنتريكولار سيستيم اللي هو الجهاز البطيني الموجود في المخ الفنتريكولار سيستيم بيشكل ممر الانتشار السي اس اف اللي هو سريبرو سباينال فيلوت خلال الجهاز العصب المركزي الجزء الرئيسي من الفنتريكولار سيستيم مركب من أربع تجويف مملوئة بالسوائل اسمهم فينتريكالز والتي تقع في عمك المخ أعلى تجويفين هم الريت والليفت لاترال فينتريكالز والتجويفين دول بيقع كل واحد منهم داخل سريبرال هيمسفير وبيفصل ما بينهم في خط متصف المخ غلاف رفاية معروف باسم سيبتام بيلوسيدام اللاترال فينتريكالز بتتكون من جزء مركزي اسمه بادي بيمتد منه 3 امدادات وهما الفرونتل أو الانتيريور هورن والبستيريور أو الأكسيبتال هورن والتيمبرال أو الانفيريور هورن مكان التقاء البادي مع الأكسيبتال والتيمبرال هورنس بيكون منطقة مسلسة الشكل بيطلق عليها اسم ترايجون أو أتريا اللاترال فينتريكالز بيتصلوا من أسفل مع السيرد فينتريكالز عن طريق زوج من الانتيرفنتريكولر فوريمين اسمهم فوريمين أوف مونرو السيرد فينتريكال عبارة عن تركيب رفاية على شكل شك بيقع السيرد فينتريكال في المنتصف أسفل اللاترال فينتريكالز الجدار الأمامي للسيرد فينتريكال بيتكون من جلاف رفاية بيسمى لامنا ترمينالز والجدارين الجانبيين للسيرد فينتريكال بيتكونوا عن طريق الثالمس السيرد فينتريكال بيتصل مع الفورث فينتريكال عن طريق ممر طويل ورفاية اسمه سريبرال أكويداكت أو أكويداكت أوف سيلفياس السريبرال أكويداكت بيتصل مع الفورث فينتريكال عن طريق مرورها من خلال الجزء الخلفي للميت برين الفورث فينتريكال عبارة عن تجويف على شكل ماسة موجود أمام السيرد فيلم وخلف البونز بيفصل الفورث فينتريكال عن السيرد فيلم غلاف رفاية بيكون السوبرير والإنفيريور ميدالري فيلم السي اس اف بيخرج من الفنتريكال عن طريق سقوط موجودة في الفورث فينتريكال علشان يتصل بعد كده بمنطقة السابر أكويد سبيس خلال البيزل سستيرنس الممر الرئيسي لخروج السي اس اف هو الميديان أبتراتشر أو فورث فينتريكال ودي عبارة عن فتحة اسمها فوريمين أوف ماجيندي بيطقع على الجدار الخلفي للفورث فينتريكال وبتتصل مع السي اس تيرنا ماجنة يوجد أيضا فتحتين جانبيتين اسمهم فوريمين أوفلوشكا بيتصلوا مع السريبولو بنتين أنجل سي ستيرن وأخيرا بيستمر السي اس اف من الفورث فينتريكال للسباين كورد من خلال السنترال كنال بيقع خلال الفنتريكالر سيستيم شبكة من الأوعية الدموية والخلايا العصبية اسمها كورويد بليكساس واللي بتكون السي اس اف الكورويد بليكساس بتبطل السطح السفلي للاترال فينتريكال وسقف السيرد فينتريكال والانفيريور مدالري فيلم أو فورس فينتريكال اللي هو الجزء السفلي من الجدار الخلفي للفورس فينتريكال في أوقات كتيرة بيحصل كالسيفيكيشن للكورويد بليكساس بشكل جزئي وده بنلاحظه من خلال صور السيتي برين اللي هي الأشعة المقطعية للمخ يوجد دوران مستمرة للسي اس اف خلال المخ والفائد من السي اس اف بيتم إعادة امتصاصه في الديورال سينسز بواسطة الأركنويد فيلاي والأركنويد فيلاي عبارة عن بروزات من الأركنويد مطر على شكل حبة التوت بتختارك الديورال مطر وبتتضخم فبيطلق عليها اسم جرانيوليشنز هذه الجرانيوليشنز ممكن تكون حفر أو انخفاضات خلال الكرينيوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة